هنشوف مع بعض الوقتي ميادير الروس صلاط بالكنوة الميادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها بطاطس مغسولة وتسلقت بالقشرة بتاعتها وبعد ما تسلقت بالقشرة سبدها لما تبرد وقطعناها مكعبات ولازم البطاطس تسلق بالقشرة بتاعتها ماينفعش ان انا ماينفعش ان انا اسلقها بعد ما اشارها ده مطلوب على فكرة حلوة اوة ولكن مهم جدا وانت بتعمل البطاطس اللي حلوة دي كده تحط في الاعتبار ان هي غنية بالنشويات والكاربوهادرات فلازم تستفيد بيها فماينفعش ان انا اعشر بطاطس واسلقها ورم المياه بتاعتها كده انا باربي تقريبا 60% من العناصر الغذائية اللي موجودة في البطاطس كلها الواع الخضار بتسلقيها كوسة جزر سلة حزاري ان كنت تفقد السائل بتاعها سائل السل الارعي العسلي الحاجات دي كلها سلقنا البطاطس ده لما تبرد في التلاجة او برا التلاجة الشرداء اتعناها مقعبات وهكذا الجزر وهكذا البسلة بس تبقين معانا ومعانا الكنوة بتاعتنا بتتعمل ازاي دي يا شيف في نوعين من الكنوة فيه انواع بيبقى فيه حبة سودة وحبة بيضة وفيه انواع بيضة كده بتتجاب وتتغسلش دي على فكرة دي زي مياه كده بتحطيها في حلة فيها مياه مغلية حابة تحط معلتين زيت زيتون بصلها نعمة كأنك بتعمل الرز بالزبط هي زيها زي الرز وتسواها على النار وتسواها لما تبرد في التلاجة مع زبادي اهلا وسهلا مع السلطة اللي عاملها دلوقتي اهلا وسهلا مع مشويات كده لطيفة زي الفل زي ما انت حبك هنجي اعمل السلطة دي مع بعض وانا خليت السلطة للاخر عشان يبقى معانا الوقت الجميل نبدع فيها كلوحة فنية مع بعض تعالوا مع بعض نشوف هنعمل السلطة بتاعتنا ازاي حلوة بجيب بولة صغيرة كده والله مصلعا نبقى طبعا بيكون عندنا سلفيز كبير زي ده كده بنغرب في السلطة احط شوية باعدونس الباعدونس يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع من فضلك بنحط شوية شابط صغيرين عينية ونحط بصلايا نعمة حلوة سامع انا صوت الصوص بتاع الطماطم نطيف وجميل ازاي اهو مخرجنا الجميل شفت الحلوة دي كده الصوص الطماطم ده يتنغم وينادي لكفتة الدجاج بالسبانخ اهو اهو تقل كمان ليه تقل بقى قول لي انت بقى بخدتش بالكاته حاطة تعليمه علي الدقيق الله عليك يا حبيب قلبي طيب ناخد اللي هنا المايونيز معنا التسالس وزار يا حاب اه 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 ده المايونيز بتاعنا مايونيز على باقدونس على سنة من الشابط الشابط ده حرامي بلاش ان احنا نحط عليه نستخدمه كتير اه حلوة اوي ده بقى دونس ومايونيز تركزه في الصلاة دي عشان جميله جد حابة توم حطي توم مش حابة توم اختياري طيب ايه الصح يا مغزي حبنمشي وراك ونسمي بسم الله حطي معلات توم صغيرة التوم الطازة يا اخواننا زيه زي البصل الني زيه زي الجنزبيل الني يعني اللي مش مستوي الضرانيات كلها عموما سواء بصل او توم او جنزبيل من الحاجات اللي بتساعد على تحريك الدم في الشرايين الدقيقة في الجسم هو ده دوره يعني حاجة كده بتدعم الدم تخليه يمشي زي الصاروخ اه شايفيني التوم الني في قلب الصاد طبع فاتوش حطيه بس التابولة لا ازعل منك لو حططيه ناخد هنا الله مصلى عن نبق العب البطاطس المسلوعة الجزر المسلو البسلة المسلوعة البطاطس المسلوعة سامع كنت بتقولي وراي الجزر المسلو البسلة المسلوعة بقى الدول رس احنا حطينا مش هحط خلاص ناخد دول كده مع بعض ونقلبهم شفت الخلطة اللطيفة دي كده اه شفت الجاو ده اه شفت فكرة انه انا التكنيك نفسه تكنيك عالي من الخبرة انه انا حطيت على الميونيز باعدونس وشبت وحط دلوقتي شوية زيت زيتون وعصيل لامون كده بقى خليط واحدة دي الروس الصلاة على طريقتي البعض بيحط عليها بيت مسلو وده اختيال عصرة لامون حلوة بتدعم السلطة بفليفر من الحمديات زيت زيتون بيدي لمعة وكوام عموان زيت الزيتون عالني بفيش منه مشاكل خلي بالك حط في الاعتبار ان كده تسلق البطاطس بقليل من الملح لان كده لما بتيجي تسلق البسلة او البطاطس بتحط قليل من الملح علشان عملتي التسوية فهنا هترفع ايدك من الملح خالص وانت بتعمل السلطة وتحطش الملح مرتين بجيب السيرفيز بتاعي الحلو ده كده وعندي خاص كابوتشا او خاص بلدي ده الموسم بتاعه وابدأ افرش بياضي كده واعمل طبق السلطة حلو شفت ده كده واخد الورق دي كده كأنك بتعمل طبق تبولة وطبق فاتوش او شفت الشكل ده كده او لوحة فنية عشان كده انا بدأت وسبتاني لاخر او الوقت اللي معانا المتبقي بنستغله في رسم لوحة فنية من طبق السلطة من طبق حلو عينية او حالا نوريك دلوقتي لوحة فنية يا مخرجنا او شفت الشكل ده كده او ونشيل الكنوة اللي مش مستوية وندخل بالكنوة المستوية ونشيل كل حاجة من هنا عشان نشوف الانتاج بتاعنا زي كل مننا يعمل في حقلة في مكتبة في عملة بيفرح بالانتاج بتاعه كل حاجة تشال عشان نشوف الشغل بتاعنا اه اه العب كل ده مع بعضه اه ناخد السلطة الحلوة دي كده عصي اللمون زيت زيتون ملحي على الكنترول لا يا غالي الكنوة مش تتحط دلوقتي خالص الكنوة تتحط على الوش عشان الضيوف الكرام عشان صاحبتك اللي انت عازمها يعرفوا ان كنت مكلفة طبعا السلطة ده كده اه الله في كل حاجة بتدوري على البوتاسيوم على الماغنسيوم في البسلة للسيدات الحوامل والامهات ربنا يدوم الصحة جزر فيتامين سي موجود في الجزر والجزر مفيد جدا بأليافه كاربوهادرات والنشويات موجودة في البطاطس مايونيز بروتين حيواني اللي هو مصنوع من البيض كلنا عارفين البيض مع زيت وده اصبح الصلطة دي فيها كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم كل مراحل العمر عندنا الكنوة لطيفة كده وجميلة يعيه الحلوة دي عم الشي اه شفت الجو ده كده اه ايه الصوت ده ايه الصوت الحلوة ده ايه اه صوت ناخشاشة السنان مع الكنوة وهي تحت السنان اه 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 تاني 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 عجبني الصوت ده اه هو ده زي الفن نطلع بالبطاطس بتاعتنا فيه سبانخ ورقية هنا اه بحطها كده شفت الشغل ده مكلفش تلاتة تعريفة والله العظيم اهم حاجة انك تخش المطبخ بحب اهم حاجة انك يت عايزة تخش المطبخ تعمل حاجة حلوة الميا من ايدك يا ست كل شربات من قلب الحنفية السبارخ حتى تدورها مع الخاص قدة لون جمالي حالو الكلام اشتركوا في القناة